ثم أحبائي الكتاب يتكلم أنه خلال هذا الأسبوع كان في محاورات مع اليهود مع الفئات الدينية المتعددة ومكتوب أنه صنع معجزات كثيرة في منطقة الهيكل لكن برضو في يوم الخميس طلب الرب يسوع من بطرس ويحنى أنه يعدوا الفصح ويعد الفصح يعني أنه لازم يكون المكان طاهر ما فيوش أي خميرة صغيرة بالكامل فهذا المقصود بإعداد الفصح وهذا الفصح بذكرنا بخروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر فالرب يسوع أعطى توصية أنه المهلك رح يجي في منتصف الليل ورح يدرب كل أبكار المصريين لكن أبكار العبرانيين لم يصبهم أزا لكن فيه شرط أنه كل عيلة تتبح خروف الفصح بن سنة ويجيبوا الزوفة ويرشوا القوائم الأبواب والعتبة العليا بالدم وطبعا مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم وهي كانت العلامة علامة الحماية فعلوا إسرائيل طبعا لما فعل أكيد أودين مع المصريين لكن قال أنه أحقائكم ممنطقة لابسين برجليكم جاهزين بتوكلوا الخبز بدون الخمير لأنه كله بسرعة الخمير بياخد وقت حتى العجين ينفخ وأعطى توصيات أنه الخروف لا تكسر عظم منه وأنه بيتاكل مشوي مش ني ولا مطبوخ وما تبقى منه في الصباح يحرق بالكامل حتى على طول بحال ما تبتدي صراخ المصريين بموت أبكارهم خرج موسى مع شعب إسرائيل فبيحتفلوا كل سنة بهذا الفصح فهذا ما قصد يسوع أعداء الفصح وهذا كان الفصح الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض والجدير بالذكر أنه كل يهود ذكر من عمر 12 وطالع لازم يعني الذكور لازم يعيده ثلاث مرات في الأعياد الرئيسية الرسمية العيد الأول اللي بيبتدي في نيسان يعني في الربيع بشهر آخر أذار لهو مارس وشهر أبريل لحد بداية مايو هذه فترة الربيع في أفيف شهر أفيف في اليوم الرابع عشر بحسب التقويم اليهودي طبعا فإذن كانوا لازم يعدوا للفصح لأنه في هذا اليوم طبعا أكلوا الفصح وخرجوا وهذا الفصح أحبائي كانوا بعلموه من جيل إلى جيل فلازم يتذكروا في الأعياد فالعيد الأول بداية الأعياد هو عيد الفصح بعد تسع أسابيع اللي هو عيد الأسابيع أو عيد الحصاد أو عيد الشكر واللي إحنا صرنا نسميه يوم الخمسين عيد الخمسين بحسب التقويم اليهودي يعني تسع وأربعين يوم بعد الفصح في هذا الاحتفال في يوم الخمسين بيكون طبعا كل ذاكر لازم يكون مرة تانية وطبعا العيد الثالث اللي هو في الخريف عيد المظال طبعا بيذكرهم بسكنة شعب إسرائيل في البرية